وسيم شاب أصيب بلغم أرضي في محافظة حجة من الألغام التي تزرعها الميليشية الحوتية على امتداد المناطق التي احتلتها وفقد رجله اليسرى قبل أكثر من عامين لتصبح العكازات رفيقه أينما ذهب قدم وسيم إلى مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بهيئة مستشفى مأرب العام الذي ركب له رجلا صناعية يأمل أن تطلقه من مرافقة العكازات ليعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي ليه يمكن حوالي سنتين أو ما يقارب ثلاث سنين من المواصيبت وكانت نمشي على العكاز والآن بالطرف هذا فيه تحسن ويشتيع عزيمة وإن شاء الله سنة مارس حياتنا طبيعية وبالطرف هذا وبنمشي إن شاء الله كويسين وسيم ليس الشاب الوحيد الذي يرتاد مركز الأطراف الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فأكثر من ألفين طرف صناعي قام المركز بتركيبها خلال مراحل تشغيله الست بالإضافة لصناعة الأجهزة التقويمية كالجبائر والأجهزة المساعدة قدم مركز الأطراف الصناعية بهيئة مستشفى مارب من 2017 إلى هذه اللحظة عبر ست مراحل 2114 الطرف الصناعي مختلف المقاسات وإن شاء الله في المرحلة القادمة هناك تطوير في المركز بإذن الله تعالى وسيقدم جودة في الخدمة وفي العدد بإذن الله تعالى لا يقتصر عمل المركز على صناعة الأطراف وتركيبها فهو يقوم بالتدريب على التعامل مع الأطراف والتعاوش معها بالإضافة لجلسات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بعد الكسور والعمليات الجراحية ومراحل التعافي من الإصابات المختلفة والله كان الوضع من قبل سيء كنت مقعدة على العربية والآن الحمد لله بدأت حسن يوم عن يوم إن شاء الله مع تطور المركز الآن ودعمه إن شاء الله ستطور الحال أكثر فأكثر في فترة هنا الدرب علاق طبيعي والآن أنا في مرحلة تركيب أطراف صناعية حاليا تحت التدريب يعني لي ثلاثة يوم أدرب بإذن الله مع مزيد من العزيمة والإصرار إن شاء الله نمشي يعني ونستغني عن العربيات وهذه الشغلات يعمل في المركز عدد من الكوادر الفنية المؤهلة التي تلقت تدريبا عاليا على صناعة الأطراف وتركيبها وتأهيل المستفيدين منها وصناعة الأجهزة المساعدة والجبائر حيث تقام الدورات التأهيلية والبرامج التدريبية التي يقوم بالتدريب فيها خبراء متخصصون يتم استقدامهم من دول مختلفة الجانب التأهيلي في هذا المركز ما شاء الله متطور وحديث حيث تم التدريب على يديها خبراء سوريين تركيين في أعالي مستوى وكسبنا خبرة كبيرة وإن شاء الله نسعى للحصول على التأهيل أفضل وأكبر إن شاء الله برغم الجهود المبذولة إلا أن عدم توفر المواد المطلوبة في السوق المحلية يمثل عائقا أمام العاملين في المركز الذين يواجهون مئات الحالات المحتاجة لصناعة الأطراف وإعادة التأهيل لعودتهم لحياتهم الطبيعية دون عوائق أو قيود يدخل المبتورون إلى هذا المركز متسلحين بالأمل والإرادة وخرجون بأطراف صناعية يتخلصون بها من الكراسي المتحركة وتعينهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي محمد القليصي لقناة سهيل مأرب